ماجد حنتوش في كتب رسمية أنه احنا ما نحتاج المعطلات الحرارية في كتب رسمية في كتب رسمية يعني اعتقد هي الوثيقة رقم 3 ماجد حنتوش الطولي وثيقة رقم 3 مو هي ايه الوثيقة رقم 3 قال لك احنا ما نحتاج هذه بعد ما انت بتكليفك رسميا من الوزير عمر وزاري مو مو تكليف عمر وزاري ومخصصات مالية ماجد حنتوش اللي أصبح وزير فيه ما بعد نعم هو مدير عام وأنا مو اختصاص بهذه القضايا الفنية بس أنت اختصاص أنا لو سألتك هل كان حنتوش لما رفض العشرة طن كان محقا أم لأنه غايات في نفس وزارة الكهرباء لا هو طبعا غير محق لأنه في نفس الوقت أنا أذكر بالتجربة جربت شركة ثانية بالنفس المحطة محطة الدورة الحرارية بنفس الوقت وقعوا عقد لهاي الشركة بخمسين مليون دولار نفس المادة هو جرب وأنا جربت هو نجح وأنا نجحت أنت تقصد الشركة ربان السفينة؟ ربان السفينة حسنت ربان السفينة ربان السفينة شركة عراقية؟ والله أنا معرف لأنهاي أمور تجارية يعني إحنا ما ندخل في تفاصيلها لكن نفس المنتج اللي جابوهما منتج يمكن ألمانيا ربان السفينة تنتج المنتج لو تستغلت؟ لا تشتري من شركات عالمية وتجي السوق الوزارة الكهرباء اللي هي شركة الألمانية والشركة السويدية والشركة الأمريكية؟ يعني تقدر تعتبرها شركة تجارية وليست شركة منتجة يعني للمادة يعني تشتري المادة من دولة الدول تأخذ مثلا جون فيتشر أو وكالة منعدها وتبيع الوزارة الكهرباء اللي صار أنه هذا المنتج هو نفس المنتج اللي جربته بالدورة وأكو فرق آخر أنه إذا هم يستخدمون لترة المنتج مالتنا العراق نستخدم نصف لترة يعني أقل للكلفة وكلفت النوب أكثر أقل هو يشترونه بأربعة آلاف دولار يعني منتجة بالفين دولار يعني ماكو شي يشبه شي زين منا وقعت عقد بخمسين مليون دولار محطة واسط الحرارية ومنا تقولولي إحنا ما نحتاج العشرة والعشرة اللازالة الموجودات بمصنع الأحبار وقعه بخمسين مليون دولار مع من؟ مع شركة ربان سفينة أعتقد هذا مع هذا العقد هذه الوثيقة هي العقد مع ربان السفينة بس اتأكد لي منعتها أي نعم اللي هي يا شباب أنطوني الوثيقة رقم 3 عيدوا ليها حتى المشاهدين والأخوة المختصين في وزارة الكاربا يعرفون زين طيب السيد ماجد حنتوش هذه هي الوثيقة هذا العقد مع ربان السفينة السيد حنتوش راد يأخذ من معطلات الفانديوم يجرب محطة أخرى وما أخذ ماتك جربا لا هما جربوا عفوا دكتور هما جربوا يعني جربوا على وحدة يمكن الخامسة وأنا جربت على وحدة السادسة في محطة الدورة الحرارية نجح هو منتجهم أمانة النجح كتجربة ومنتج الحمد لله أيضا نجح طيب هذا مستورد وهذا محلي خوش حاج إليش ما تأخذ من المحلي تروح تأخذ من المستورد شو تقول أنت سيد حنتوش ليس سويش الله هاي بعد تقدر تسألوني يعني أنا هو رجل أمانته مدير عام ويقرر اللي يشوفه يقرر اللي يشوفه فهو مسؤول عن قراراته مؤاني لكن أنا هذي للتاريخ إنه هو نفس المنتج سوه بس فقرة واحدة بالعقد بوكتها أذكر غيروا العنوان ما كتبوا معطلات البناد يوم باستخدام تكنولوجيا حديثة لمعالجة وقود أو شي من هالقبيل مزين يعني هذا هم تدرى هم تلاعب العقود حتى لا حد يحاسبهم عليه